تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع المصري كريم عاطف المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأحد مصابي حادث إطلاق النار بمتر الأنفاق في براكلين واطمأنت الوزيرة على كريم عاطف الذي أصيب بثلاث رصاصات في قدمه ولافتت إلى أنه أجرى عملية وتم تركيب شرائح في قدمه وسيجري عملية أخرى عقب عشرة أيام متمنية له الشفاء العاجل كما تواصلت وزيرة الهجرة مع أسرة كريم عاطف لتطمئن على حالته وأنه يتلقى كافة أوجه الرعاية والمتابعة ومشيرة إلى أنها تتابع حالته الصحية مع السفارة المصرية أولا بأول حتى يتمثل للشفاء التام من جانبه قدم كريم عاطف الشكر للوزيرة معاربا عن سعادته لوقوف وطنه بجانبه إثر تعرضه لهذا الحادث